اسمات الكابتن جهاد واسمات الكابتن أحمد العجوز اه طبعا نعرف ان انت سعب تبقى خبير تحكيمي وخبير فني ودكتور كمان جماعة رجل صيدالي فبيعمل كل حاجة لأول عايز اسمع رأيك في الكوصة دي واول حاجة يعني سواء الكلام اللي قاله كابتن جهاد او اللي قاله كابتن أحمد فهو رأيي هو رد على التعليقين سواء من كابتن جهاد رجل خبيرنا التحكيمي وكابتن أحمد العجوز المدرب العاملي مدير الكورة لي نادي الإسماعيل كابتن أحمد العجوز كان يسأل على قانون الكورة وكابتن جهاد كان يتكلم على الصورة انه هو ما شافهاش وده كنا بنتكلم في إيرا كريم قلتلك انه ما فيش حد يقدر يجزم قبل ما يتكلم محمد حسن وقبل ما يطلع اي حد قلتلك انه ما فيش اي زاوية بتوضح انه جات في ايده ولا ما جاتش في ايده فاحنا دايما بنروح للمسلمات ألا وهي انه معلش انا يسمي انا اهمش على كلامك انت برضو انا ما بحبش اقول رأي فتحكمك فالس بس ما هو لو الفار ما بينش ان الكورة جات في ايده تمام يبقى هي جول يعني صح كده لقيت ايه الفار دلوقتي ما بينش في الحالتين انت بتقول لهو انت اللي بتقول لي انا ماشي على كلامك جات في ايده ولا ما جاتش في ايده ما جاتش يعني انت محدش شاف صح؟ ما حدش يدر يجزب صح؟ ففي الحالتين الحاكم ااخد القرار ايوه ااخد القرار تبقى لرؤيته هو هو شاف هيقرب لايه لا الحاكم بعد ما راح شاف ما انت بتقول لي لما راح شاف تبقى لرؤيته هيقرب لايه ما حدش يقدر يجزب حدش يقدر ليه هي 100% جات في ايده انا مش قادر يجزب حلو تمام فكمل على قرار الاولاني ولا حسبها لابسيتها انا مش قادر يجزب الفار مش هيستدعي الا لو عند رأي مخالف الفار نفسه قبل بس وقف هنا وقف هنا يعني نهاية الأعادات الزاوية الجانبية مش الزاوية مش دي كمل وقت للزاوية اللي بعدي بصك كريم هنا تبدو الصورة راجعتين tenimا عليش ثواني وهتلى اللي بعديها على طول دي بقى اللي اريد所以呢 وهنا تبدو من الزاوية دي ايه ما جاتش váيد عاده مجال يوجد بالفار في الفغذ او في الجنب جولe صح كده؟ صح هات الله اللي بعدية على أطول الزاوية اللي بعدية على أطول هنا تبدو أيه؟ إنها لَّمس تأيده دِي زاوية اللي أحمد الغندور شافه اللي شافه كابتلا أحمد الغوندر في الحالتين انا هشوين هي قردت بbodyl ده وزاوية ب stepped in the�� اذا ما فيش زاوية جازمة صح فانا عندي انا عندي هنا كحكم هوا سيئا حسب احساسي اللي شفتها واقف الصورة والصورة واقفة اللي هو ساعتها القرار أسهل خاصة إن في رأي الفار مش هيستدعيه من الأساس إلا لو كان عنده رأي مخالف لو هو شايف إن هو بيكونفيرم عليه الجول هيقول له جول مش هيروح للفار ممكن إسألك سؤال قل لي لو الكابتن أحمد غندور شايف الزاوية اللي إحنا كنا لسه شايفينها اللي قابل دايت اللي قابلها كان هيحصل إيه وحسبها جول؟ أه وحسبها جول؟ لا يعني هو لو كان الراجئ ما هو المشكلة بتاعت الكابتن جايد اللي أنا برضو على فكرة بعيده فيها خد بالك عشان باتلو السادة المشاهدين يفهموا إنه تبقى للقانون وتبقى لأعتراف اللاعب اللي كابتن أحمد العجوز قالوا للوقتي هاي الكرة مش جول خلاص هو دا رضي على قصص كمي هاي الكرة مش جول خلاص إحنا متفقين هنا هوا بس هو كابتن جايد خلافه على إيه وهو خلاف بصراحة أنا شايفه بالد جدا نعم يحكم على زاوية إنه إنت حكمت على زاوية واحدة صحيح كان المفروض يتعليد لك زاوية واثنين وممكن ثلاثة متفهم من الفلمية وساعتها الحكم هو حر فعلا طبعا ياخد القرار اللي هو عايزه زي ما حابلتك بالضبط فهو دا خلاف الكابتن جايد هو ما بيقولش دلوقتي إن الكرة صحة ولا غلط هو بيقول اللي عمله كابتن جايد هو هو فيما يتعلق هنا بقى بقرار كابتن جايد أو رأيه في اللعبة إنه هو خد الأزر سايد يعني كابتن أحمد الغندور شافها من الزاوية دي اللي جات له وقال إن الكرة جات في إيده والكرة الكرة مش هدف دربة حورة من باشر دربة حورة من باشر لنادي الأهل كويس كده صح الكابتن جايد اعتمد على الزاوية التانية وقال الرأي اللي ناحها التانية وقال إن الهدف صحيح صحيح ده رأيه هو يحترم طيب القصة بمنتهى البساطة القانون واعتراف اللعب يا جبان كل القراء نجيب القانون اللي كان بتكلم عليه كابتن جايد نعرض القانون بيقول إيه عشان ناس تبقى فاهمة لأنه حصل خلط زي ما ده بقى ردا على كابتن أحمد العجوز كان بيسأل خلاص جماعة الحالة نعرض القانون بقى اللي كان كابتن أحمد العجوز بيتكلم فيه طب خلينا نشوف بقى القانون بيقول إيه فيما يتعلق حتى لو جات في جنبه وبعدين جات في إيده لأنه في الحالات الدفاعية القصة مختلفة المدافع غير المهاجم المدافع اتفضل اتكلم زمالي في الكنتور الراجل خلاص تخطى الحالة وهو عايز دلوقتي القانون اللي هو كان موجود عندنا خلاص يعني الحالة دي خلاص احنا اتكلمنا عنها كتير طيب فالفرق هنا إيه واللي عمل اللغط إيه كريم واللي عمل الخلط إيه إنه الحالة بتاعت خبطت في جزء من جسمه ثم ارتدت إلى إيده أو رحت لإيده ده في الحالة الدفاعية ده ده اللي كان بيسأل عليه كابتان احمد العجوز أو بيعترض عليه كابتان احمد العجوز إنه بيقول انا احنا كمدربين كورة عارفين إن الحاجات اللي بناخد فيها المحاضرات أو الرخص إنه حداخد جزء من القرارات التحكمية وجزء من لوائح القانونية فيما يتعلق بهذه الألعاب إنه الكورة لما تيجي في جسم اللعيب وترتدي إيده إذن هي مش مخالفة انت بعت لهم نص القانون آه موجود عشان هو بس بيقول لك مش معنا لا موجود في الصور في الآخر خالص في الصور في الآخر خالص يا جماعة الله فانت لما تيجي تتكلم على قصة ارتداد الكورة من الجسد لليد ده في الحالات الدفاعية يعني الكورة دي لو جاية في مدافع وارتدت طلع ببرة ما تحسبش راك للجزاء وحلو ايه بقى اللي بتحسب المهاجم ما عندوش أي اوبشن سواء إراضي أو لا إراضي مسادفة خبطت في جسمه جات في إيده طالما القرى جات في إيده وسجلت هدف يتم إلغاء الهدف مباشرة ده القانون واحدة واحدة انا هلملك القصة دي قولي كده احنا كلنا مش مختلفين الهدف باعتراف اللاعب خلاص الهدف مش صحيح والقانون اعتراف اللاعب باقانون طبعا تبقى الاعتراف اللاعب وبالتالي القانون فالهدف غير صحيح مليون في المية انا بس مقتنع تماما بفكرة انه الفارمين فعش يعيد لقطة واحدة خاصة لو اللقطة فيها انت قلت هو انه اللقطة فيها شك يعني اللي هو مش واضحة جدا طبعا فاعرض للحكم بس ساحة لقطة واثنين وتلاتة وسيبه هو ياخد القرار زي ما هو يقدر زي ما هو عايد مليون في المية لكن تعرض لقطة في حالة تعمل بها جدل ليه بس خلاص المؤكد انه هو مش هدف مليون في المية خلاص اتفقنا على كده والمؤكد ان في خطأ حصل من الفار انه معرضش الحكم لقطة واثنين وتلاتة خليني بس هاقف هنا هاي لايت عشان الناس ما تبقاش فهمة انه احنا بتتكلم على الحالة دي بس لا دي بتحصل مرة او اثنين وثلاثة ومية وعشرة ان الفار بيعرض زاوية واحدة وفي حالة زاوية واحدة احيانا الزاوية ما بتكونش صالحة ان انا اخد منها قرار جازم بما ان انا ستدعيت الحكم اقوله تعالى شوفها فتعالى شوفها العمل الفار يقتضي انه لو هو من الناحية الاخراجية متاح لي متاح لي جايله من الفيد او ملكلين في يتجايله زاويتين جايله ثلاثة لازم يعرض للحكم كل الزاوية مية في المية خلاصة القصة انا تبقى للقانون انا تبقى للقانون اتمنى لو خلاص انت قلت حاجة وكابتن جادت كان مأكدها من شوية فخلاص هي واضحة انه في كل الاحوال في كل الاحوال اذا اللاعد المهاجم الكرة لمست ايده اراديا او لا اراديا مرتدة من جسده او مباشرة الكرة لا تحتسب هدف القصة مختلفة تماما عن المدافع المدافع اللي ارتدت من جسده لايده يستمر الآن عظيم